أعلم بحضراتكم من جديد في فقر التريند التريند طيب أول حاجة معي الحديث عن مباراة العودة مباراة الإيامة بين الأهل والتحاد المنستيري للتونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابئة دوري أبطال إفريقيا نتيجة الاتحاقات في تونس نتيجة جيدة ويمكن الحمد لله الأهلي نتائجه في تونس مع معظم الأندات التونسية كلها نتائج إجابية فاز قبل كده على الأفريقي وأقصى من دوري أو بطولة كهسة الكونفيدرالية فاز قبل كده على الترجي في أكثر من مناسبة وتأهل وفاز بدوري أبطال إفريقيا نفس الأمر مع الصفاقس النهاء الشهير 2006 وإلى نتيجة الأهلي والتحاد المنستيري التونسي على ملعب مصطفى بالنجنات يمكن الفريل الوحيد أو النتيجة الوحيدة للأهلي ما قدرش يعملها في تونس كانت على ملعب سوسة مع النجم الساحل التونس لكن ما يقرب من حوالي 5-6 ندية تونسية قدر الأهلي يفوز عليها في تونس في مختلف الملعب التونسية ويمكن الجملة الشهيرة لا لها بل كده عصام الشوالي المعلق التونسي الشهير لولا الأهلي لكان للأندية التونسية شأنا آخر وبالتالي نتائج الأهلي الحمد لله إيجابية في المسابقات الإفريقية فوز الأهلي ادالوا دفعة قوية ومنح الجهاز الفني واللعبين ثقة قوية جدا مع انطلاق الموسم الأفريقي والموسم المحلي خلال الفترة جاية ولكن مهم جدا نوصل لجمهورنا ان للقاء العودة فرص التأهل ما زالت لا تتخطى الخمسين في المية لأن الفوز بهدف مقابل لا شيء آه بيبقى في مساحة انك تقدر حتى لو بتعادل سلبي تتأهل ولكن الأهلي كلنا عارفين بيلعب دايما على المكسب سواء خارج مصر أو داخل مصر لكن حزاري كل الحزر من لقاء العودة فرية اتحاد المنستيري التونسي جاي القاهرة ومعندوش حاجة يبكي عليها عايز يعمل أداة عايز يعمل نتيجة عايز يعمل مفاجئة فبالتالي مهم جدا نظرنا خلال الـ 72 ساعة اللي جاي نتكلم على فكرة ان الأهلي لم يحسم تأهله آه ضمن بنسبة خمسين في المية ولكن خمسين في المية التانية كرة القدم علمتنا دايما المفاجئات وبإذن الله ان شاء الله ما يكونش فيه أي مفاجئات في لقاء يوم السبت الساعة 6 على ملعب الأهلي والسلام هذه المباراة هيدرها جاني سيكازوي الحاكم الزنبي الشهير صاحب الوقع الشهيرة اللي كانت فيه مباريات كأس أمم إفريقيا ما بين تونس وزنبيا وبعد طول مباريات البطولة وتقال وقتا أنه كان عنده يعني أمر صحي أو أمر طبي هو اللي عاده وهو اللي تسبب فيه أنه ينهي المباراة قبل موعدها بخمس دقائية ولكن مرة الأيام ومرة الشهور ولقينا جاني سيكازوي ضمن الحكام المختارين لمباراة كأس العالم في قطر 2022 هتنطلق إن شاء الله خلاص يعني بعد أقل من 40 يوم وبالتالي حكم مباراة الأهلي والتحاد المنستيري سواء اتفقنا أو اختلفنا هو حكم موجود في كأس العالم في الدوحة فإن شاء الله أنا تمنى تكون مباراة جيدة لصالح الأهلي وتحكميا في ظل غياب تقنية الفيديو وإن شاء الله يكون تحكيم في المستوى زي ما حصل في لقاء الزهاب وطاقم التحكيم الجزائري اللي كان في المستوى خاصة المساعد الأول واللي مقدرش يعني ما كانش مستنى الفار وحسب على طول الكورة هدف وكان سهلي جدا في الأجوال الأفريقية وفي بعد حتى المباراة في الدور المصري بنشوف القراط دي بعض الحكام بيقولك أصلي عين المهاجم الثاني خدت كده نظر الحارس فيبقى فيها شبه التداخل لكن بصراحة المساعدة الجزائري الأول كان قراره مميز جدا في احتساب هدف محمد عبد المنعم وعدم احتساب وتسلل في وقت قاتل في ديئة 93 إمكانية تغيير التشكيل كل الأمور دي أكيد مش مطروحة بالنسبة للإعلام لأن أهم ما يميز مارسل لكولر بيبقى فارض سرية شديدة جدا على تدريبات النادي الأهلي حتى التشكيل يعني تشكيل لقاء الزهاب محدش قد يتوقع أن البداية هتكون ببرونو سافي وشادي حسين قليل جدا اللي تنبأ لكن محدش كان قادر يجزم ويتأكد أنها تكون فيه بداية لبرونو سافي وشادي حسين نفس الأمر محمود متولي العائد بعد فترة طويلة جدا من الغياب ظهر بشكل طيب جدا وده بيدينا مؤشر أن مارسل لكولر حط إيده خلاص على كل الأمور الفنية داخل صفوف الفريق شايف مين الأصلح في الناحية الدفاعية المنافس هل بيلعب بقوة في الهجوم هل عنده رأس حربة أو سترايكر قوي بيلعب بضربات السبتة أو بيلعب قصدي بضربات الرأس فممكن يكون محتاج أيمن أشرف أو ياسر إبراهيم لأن الرجل تفرج وشاف فبالتالي استعان بمحمود متولي بجوار محمد عبد المنان انطلاق قوية بعودة أكرم توفيق علي معلول حدث ولا حرج وأصبح حاليا دلوقتي هو أحد اللاعبين اللي أصبحوا عقدة لإيلاندية التونسية بتقلق بشكل لفت للنظر وده شيء يحسب لعلي معلول لعب محترف بشكل رائع جدا وخط الوسط ديانج والسولية الهجوم نزول أفشة نزول محمد شريف نزول حسام حسن عندك سكواد وعندك قائمة مميزة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر